اشتركوا في القناة واصدقائي وكلكم افضل مني ولذلك هتكلم بلغة التلميذ مع اساتذته في شخص استاذ والصديق ناصر القحطاني احييكم شخصا شخصا وبكانتكم اكبر ولا تحتاج الى تكريم مني انا اريد ان اتكلم في موضوع واحد يعني يمكن لان هذا الموضوع الذي يشغلني في مستقبل الامة العربية وهو مرحلة ما بعد التجارة الالكترونية وما بعد الاقتصادي الرقمي احنا الان نتكلم عن كيف تستعمل تقنية المعلومات والاتصالات الاي سي تي لتطوير نشاطات الاقتصادية كلها منظمة التجارة العالمية واللي كان الي شرف ان خدمت على مجلسها لم تجد رفضت ان تتجاوب مع طلبي بان ندرج اتفاقية التجارة في المعرفة اكبر شركات الدنيا الان ليست بضائع ولا خدمات هي تجارة معرفة شو تقصد بالمعرفة مبسط المثال هو جوجل انت عندما تشتري المعلومة من جوجل وهي تجارة لان العام تعريف التجارة هو تقديم شيء سواء كان سلعة او خدمة مقابل مبلغ هاي التجارة طب في اكبر تاجر في الدنيا جوجل او امازون او الى اخره ابل انت تشتري البضاعة ولا تدفع ثمن يدفع ثمن هالمعلن شركات الاعلان هي التي تمول الموضوع هذا الموضوع حرماننا نحن الدول النامية وان كانت صين تعتبر نفسها دولة نامية وتحارب بالمنظمة على ان تظل دولة نامية اتكلم الدول مثلنا الدول التي مثلنا لا تستطيع ان تنافس دون ان يكون هناك اتفاقيات ورضام للمتاجرة بالمعرفة مش استعمال المعرفة واندما اتكلم عن معرفة اقصد الاي سي تي information and communication technologies وكان لي شرف ان اترأس فريق الام المتحدة في سنة 2001 لرسم هذه السياسات التي تتعلق بالمعرفة واستوى العمل على الانترنت وكنا دائما نواجه بصعوبة اسمها ان الانترنت فضاء اخر الرأي الامريكي وهو مالك الانترنت ان لا دخل لك بالانترنت لان ليست في هذه الدنيا وليست مربوطة بحدود ولا سلطة فكيف بدك تنظمها خلينا ننظمها اقترح بالتكليف من الامين العام انشأنا مركز مؤسسة لبحث الموضوع اسمها انترنت دعايت اللي ها في الامم واجتمعنا ك الانترنت جاورنانس فورم هذا الانترنت بامر من مالك الانترنت هو فقط للحوار ولا يسمح لكم بان تبحثوا في مواضيع تنظيم او ادارة الانترنت ويبقى هذا الموضوع الى ان يأمر الله بامر اخر هذا يعني انه علينا نحن ان نتخذ اجراءات لنتغلب على هذا الموضوع فاللي انا اقترح انا بشخص البتواضع وبشخص الذي يدرك انكم كلكم اقدر مني ان صنع المعرفة وهي مثل صنع معرفة امازون هو الطريق لصنع الثروة الان امازون الون الون ماسك الى اخره ابل حجم الشركة الواحدة المجموعة الدول هذا هذا هو مستقبل الدنيا ولذلك انا دائما اطالب وارجو من الحكومات ان تخصص في الاستثمار دائرة للاستثمار في المعرفة يعني وزارة الاستثمار الان تنظر في بناء عقار في مشروع صناعي في مشروع باي شيء وتنسى ان الاستثمار الاول والاهم في الدنيا هو الاستثمار في صنع المعرفة وليس استعمالها انا انا احكي مش عم بتكلم عن التجارة الالكترونية هذه ماضي اتكلم عن صنع المعرفة هذا يتطلب خلق بيئة استثمارية لصنع المعرفة وخلق البيئة اساتذة اخبر مني هي ليست عملية توجيه نداءات وتنصيات ودعم بل هي عملية بدأتها كتجربة امريكا في سيليكون فاليد لان الصين اخذت هذا المشروع بجدية اصبحت الان هي مصنع العالم وتاجر العالم فهذا موضوع المستقبل الاقتصادي هذا هو ولماذا انا اركز على هذا الموضوع لان موضوع مؤتمرنا حول التعاون الاقتصادي في محيط الانترنت ليس هناك قيود ولا نحتاج الاتفاقيات وهذا الاسهل طريق ان تشجع الاقتصاد هو بان تنشئ نظام الاستثمار في المعرفة اللي هي مستقبل الثروة لن يكون الان اصلا اكبر خمس شركات في العالم هي شركات معرفة ليس شركات نفط ولا مقاولات ولا بنوك احنا في حبنا لهذه الامة نقول انه علينا ان نقود عليكم انا جندي عليكم ان تقودوا حملة الانتقال الى الاستثمار في المعرفة اختراع واحد قالوا الموسك شو بيبيع وين منتجاته وين مواده الاولية وين مصانع وين مكاتبه ما فيه واصبح الان اكتر من تريليون مش مليار تريليون هذا يتطلب اجراءات واحدة منها وتوصيات واحدة منها نظام للاستثمار في المعرفة كيف يعني الدول بكل حسنية تعمل توصيات والانظم والاخره لا الاستثمار في المعرفة يتطلب ما يعرف بالغرب بالجونت بالفينتشر كابيتل الفينتشر كابيتل هو غير الكابيتل العادي انا مخترع اتي الى معالي وزير المالية بقول له عندي اختراع شو اعمل الاجراءات اللي تتم في هذا المجال يتولاها القطاع الخاص الدولة تنظم فقط احنا يعني وانا بقول كمان حتى انا اتعلم في هذا المجال ان الان احد احفادي يعمل في سيليكون فالي في مجال الفينتشر كابيتل كيف تستقطب المستثمرين ليستثمروا في الاختراع ويحولوه الى منتج انا بمر علي باليوم بصفتنا كبرى شركات العالم في الملكية الفكرية باليوم يعني بلا شنو باليوم بالشهر اكثر من خمس اختراعات من ابناء امتنا العربية امة عظيمة ام اخترعت كل اسس واصول المعرفة شو اعمل عندي اختراع تصدر الحكومة بحسنية مرسوم يجب تسهيل اقراض المؤسسات الصغيرة والمشاريع المبتدئة يجب كيف يجب انا مستثمر بقرر انا لاني انا اللي بنا هدفع الفلوس لا هذا اختراع في مجال المصارف بنقول يا مصارف استثمروا في هذا المشروع وخصروا على ربح مش ان انت تستثمر لكي تتمنن او تعطي منها وفي الدنيا كلها في مئات الفنشر كابيتل الا في امتنا العربية نحن في امتنا العربية نستثمر في عقار نستثمر في بناية في مشروع صناعي بس تجي اقول لي عندك اختراع بقول لك شكرا الله معك يا بلي انا مش مهتم بالاختراعات هذا يحتاج الى قانون ونظام خاص وثقافة خاصة ومؤسسات تعمل في هذا المجال نقطة اخيرة على الانحد لا اسمح لنفسي بان اتعذى وقتي النقطة الاخيرة اننا اتمنى ان ندرك اننا في هذا المجال لا يحكمنا احد ايضا انت تتصرف بارادتك الذاتية هنا يزدهر الاقتصاد يعني دونالد ترامب رئيس اكبر جمهورية في العالم اكبر دولة في العالم اهم دولة حتى الان وان كان ما بدي اكدركم بان خلال السنوات القادمة سيتغير العالم بكل مؤسساته وتنظيماته والتي وعد بها علنا دونالد ترامب وسنمر بكثير من البلاوي اللي لسه احنا في بدايتها ولكن كل ذلك ايضا يجب ان يذكرنا بان في الحروب في رابح وخاسر ما احد يستسلم انه الوضع صعب لانه في الحرب هناك من يصبح غنيا كشخص او كشركة او كدولة وهناك من يدفع الثمن احنا نتأمل انه احنا نكون من المستفيدين ومن اغنياء الحرب وهذا كلام تاريخ مش مش كلام شعر حقائق هذا الكلام اللي احنا نتكلم عنه ايضا اللي هو الانتقال الى صنع المعرفة هو احد اوجه الدفاع هذا اللي اسمه زوكربيرغ الولد يعاقب رئيس جمهورية امريكا ويشتري الى الى انا بعرف تماما ودونالد ترامب نفخر بانه واحد من زبايننا دونالد ترامب الان عم بيطلب موعد للتعاون مع زوكربيرغ هذه قوة صنع المعرف هذه قوة مستقبل وانا بعرف تماما وحربت في مؤتمرات الامم المتحدة والملظمة العالمية للتجارة لانني ناديت دائما بوضع واطار دولي للتعاون في انتاج المعرفة معلش انا استطيع ان اقوم فيها لوحدي كل واحد لان كما يقول الامريكيين اكرر هذا الفضاء اخر لا يحكم الحكومات دور دور الحكومات المبارك والذي نحن في خدمته وفي ظله بس انا لما بشتغل على الانترنت ما فيه ما له حدا فيه يعني اليوم الايام في احدى الدول قصة اخيرة بجيني كتاب مثلا من سنوات من اكتر من 20 سنة من احدى الوزارات انه نمى الى علمنا انكم تطعطون التعليم الرقمي تطعطون قلت له يسعدني ويشرفني يا معالي الوزير ان اقول لك نعم نحن نطعط وسنستمر في الطعاط واذا كان فيه لك رأي اخر خلينا نروح على المحكمة وين بدك تشتكي على واحد بامر رسالة على الانترنت وما فيش انت بتقول هذا ما فيش في نظام هذا عالم اخر وجاءني كتاب اعتذار هذا اللي احنا سياسي لاتبعنا في ان حولنا مؤسستنا كما تكلم معالي الوزير اننا نحن في عالم رقمي وفي عالم معرفي يجب ان ننتقل الى مرحلة صنع المعرفة وليس فقط التجارة فيها صنع المعرفة يجب ان يكون هدفنا والله لو في امتنا العربية في كل بلد طلع واحد مثل جوج مثل ستيف جوبز وهو من اصل عربي دمه عربي لو واحد بس بنصبح ونستعيد دورنا كاعظم امة اخرجت للناس سامحوني وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر